موسيقى هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف عالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد ريدمشن طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن كيف تجيب سلاحين في ردد ريدمشن 2 زي ما كنتوا تعرفون انه في الوفلين كنا نقدر نشيل سلاحين او ريفولفرين ففي ردد اونلاين الحين رح اعلمكم كيف تجيبونه في طور الاونلاين وايضا رح نتكلم عن وضع السيرفرات وعن بيتا ردد ريدمشن 2 فيلا نخش في المقطع طيب عشان نقدر ناخذ الهو الحزام او الهولستر اللي يضيف لك ريفولفر ثاني لازم تكون لفل 25 عشان تقدر تشتريه بثمانية دولار لكن اذا ما كنت لفل 25 وبرضو تبع الحزام ترى تقدر تشتريه بالسبايك الذهبية او اللي هو العملة الذهبية الموجودة عندك فوق في اليسار اللي لونها اصفر حلوين طيب كيف اشتريها راح تروح عند محل الاسلحة وراح تروح تخش على الكاتالوج حقه بعدها راح تروح عند الهو الاكسي سريز او اخر خيار بعدها راح تضغط الهو اروان 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 الين ما توصل لهذه القائمة زي ما تشوفون في الجيم بلاي راح ناخذ لنا الهولستر اللي ثالث واحد من تحت لانو اللي ليفلي 25 قدرت اخذه بثمانية دولار ونص تقريبا لكن اذا انت تبغاه بالذهب راح تضغط الهو ال 2 بعدها راح يظهر لك كم راح تدفع كم راح تدفع ذهب عشان تاخذ هذا الحزام طبعا تقريبا تقريبا راح يطلع منك قطعتين ذهبية او اثنين اثنين من عملة الذهب عشان تقدر تشتريه لكن انا صراحة ما انصحك انك تدفع ذهب الا اذا كنت تبغاها مرة وصامل عليها وبكذا يكون مبروك عليك الدبل او الدبل الريفولفر طب خلونا نتكلم شوية عن السيرفرات يعني كثير من الاشخاص في خانة التعليقات يكتب لي يا صالح انا كل ما اخش سيرفر يطلعني من السيرفر او انه العب شوية ويطردني او انه بي بعض الاشخاص يجيهم حدثة خطأ ويقفلهم اللعبة بشكل كامل هل في حال يا صالح ولا لا طبعا ما في اي حال حاليا فقط الحل رح يكون من روكستار لانه الخلل وخلل السيرفرات كله من روكستار الحل في الاول والاخير رح يكون من روكستار نفسها لانه حنا ما بيدنا اي شيء سيرفراتهم جدا 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 تعبانا حلو؟ انا اتكلم عن نفسي شخصيا ما العب ساعة وحدة الا يجيني حدث خطأ من سبعة مرات الى ثمانية مرات وصلت مرحلة اني خلاص معا يعني كرهت الاولاين صراحة بسبب هذه المشكلة ما العب عشرة دقائق متواصلة الا يجيني على طول حدث خطأ صرت ما اخش الا اسوي مقاطع واطلع بس اني العب لا والله ما العب ابدا لانه سيرفرات جدا سيئة طيب رأيي عن البيتا كمجمل صراحة بيتا ردد ريديمشن اولاين واحد من اسوأ البيتا اللي جربتها انا ما راح اتكلم عن اسعار الاشياء اللي ممكن تشتريها اسلحة وادوية واكل وكذا ما راح اتكلم عنها ومبالغتهم في الاسعار هذه خلوه على جنب ما بتكلم فيها لانه خشينا فيها راح نفصل كثير بس هذه احد السلبيات الموجودة في البيتا اللي هو الاسعار الغالية الشيء الثاني انا بتكلم عنه بشكل مفصل اللي هو اساسيات اللعبة جماعة اساسيات يعني بيسيكس الف باجي مدال عرفت يهو انا ما اقدر امشي في الطريق الا حصل نفسي طايح في الارض اتوقع كثير منكم صارت له هذا الشيء يمشي كذا في الشارع حصل نفسه غايص في الارض وطايح وخارج بره الماب صح ولا لا ما قبلته هذا الشيء يا روكستر اساسيات هذه الف باجي مدال يهو وفي ايضا احد القلتشات اللي واجهتها اني امشي كذا في الشارع احصل لي ثمانمية اربعمية جثة فوق بحض واجهت هذا الشيء ولا لا احد الاسباب الرئيسية اللي نفرت مجموعة كبيرة من اللاعبين من طور الاولاين لعبة ريديو ديديمشن تو اللي هو السيرفرات السيرفرات جدا جدا سيئة او مرة مرة سيئة بشكل يعني ما تقدر تتصوره يعني والله مي حالة سيئة جدا جدا ان شاء الله يعني نشوف روكستار تحسن هذا الموضوع ونقدر نلعب بشكل يعني مستمر مو اربع دقائق خمس دقائق حصن نفسي حادث خطة ان شاء الله يصلحونها ونقدر نستمتع بهذه التحفة الفنية طيب يا صالح ترى الوضع بيتا عارف يا اخوي انه الوضع بيتا لكن اعطيني اساسيات البيتا خليني اقدر خش السيرفر خليني اقدر العب خمسة دقائق متواصلة او عشرة دقائق او نصف ساعة بدون ما تطلعني السيرفرات او تكرشن اللعبة بشكل كامل حدث خطة يا جماعة انا خمسة دقائق على بعضها ما اقدر العب عرفتوا كيف؟ فاساسيات البيتا ما هي موجودة في بيتا الونلاين عرفت؟ اعطيني اساسيات وابشر من عيوني انا راح اجربها وراح نلعبها كلنا مع بعض انا متأكد انه في نسبة كبيرة جدا من محبين لعبة ريدد ريدمشن تو انهم سابوا اللعبة وسابوا الونلاين بسبب السيرفرات السيئة جدا والركيكة والهشة فعلا فاتمنى من روكستار صراحة انهم يعني عدلونها في اسرع وقت ممكن ونقدر نلعبها بشكل سليم ومسالم طبعا الحين ممكن تزعلون مني لكن يا جماعة انا احد محبين شركة روكستار والعب روكستار لكن هذه الحقيقة صراحة هذه الحقيقة سيرفرات جدا سيئة والبيسيكس ما هي موجودة يا اصحابي اتمنى انكم ما تزعلون مني لكن هذه هي حقيقة السيرفرات طيب ابكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجي يجيكم هيد انتو تعطون هيد اليوم زعلانين مني ها يلا السلام عليكم